الجامعات السورية خارج التصنيف في معظم المؤشرات العالمية حتى في موقع ويب ميتريكس الذي يقيس وجود الجامعة على الانترنت تحتل جامعة دمشق المرتبة 3533 ثم جامعة حلب بالمرتبة 4518 ثم تأتي تشرين والبعث وبقية الجامعات السورية وهي جميعاً في ترتيب متأخر بطبيعة الحال أسباب عديدة قد تكون وراء التصنيف السيء لعل من بينها الفساد في حلقة اليوم من برنامج طوق نجاة نفتح ملف الفساد في الجامعات السورية مرحب بضيوف القسم الأول من حلقة اليوم معنا الدكتور سليمان الطعان مدرس في كلية الأداب جامعة البعث سابقاً مرحبا دكتور أهلا وسهلا بك ومعنا عبر الأقمر الصناعية من هولندا دكتور أحمد جاسم الحسين مستشار وزير التعليم العالي سابقاً في سوريا مرحبا دكتور أحمد مساء الخير يا مرحبا فيك ومعنا بالستوديو الصحفية راما العبوش أهلا وسهلا فيك راما للبعث وعيشت بعض قصص الفساد صحيح؟ طبيعي شو أبرز هذه القصص؟ أنا كنت أساداً في الجامعة في يوم من الأيام جاءني طالب من الطائف جاءني شخص يريد أن يسجل لدي درجة الماجستير اكتشفت فيما بعد أنه ضابط مخابرات في فرع أمني مهم طبعاً هذه واحدة من القصص قصص أخرى كثيرة جداً ما يمنع إذا كان ضابط مخابرات كم من دراسته؟ المشكلة ليست في أنه ضابط مخابرات المشكلة في أنه يريد أن ينجز رسالة الماجستير بطريقة ملتوية لكي يحصل على الشهادة ليست المشكلة في أنه ضابط مخابرات أو غير ضابط مخابرات المشكلة في أنه يريد أن يحصل على شهادة العلمية بطريقة فاسدة القضايا الأخرى لدينا أيضاً قضايا كثيرة جداً يعني هو مكان مؤهل دكتور؟ هو غير مؤهل بكل تأكيد ما أشرفت على رسالته؟ طبعا لم أشرف على رسالته فيما بعد قبلت أشرف أحدهم على رسالته ونوقش في جماعة البعث وأظن أنه الآن في طالب دكتوره طالب دكتوره أصار القضية في سوريا هي قضية فساد سلطة ولذلك أنت تلاحظ دائما السلطة تحمي الفاسدين الذين يتعاملون معه أنا سأضرب لك مثلا آخر في كلية الأدب بحالة كانت هناك أستاذة جامعية فاسدة مرتشية ومبتزة جنسيا حتى نخرج عن الصورة النمطية التي ترى أن المبتز جنسيا أو المتحرج جنسيا هو الأستاذ أستاذة جامعية مرتشية ومبتزة جنسيا الجامعة قامت بالسبل القانونية حاولت بكل السبل القانونية أن تزيحها عن التدريس ونجحت في النهاية واتخذ قرار فصلها الدرجة القطعية قانونية لكن أعلى سلطة سياسية في الحزب تدخلت وعادتها إلى الجنة هذا أظن حدث في عام 2010-2011 طيب طيب في شخص كمان قلت لي لما محضر للحلقة كان رئيس قسم نعم لدينا عنصر مخابرات عنصر مخابرات حصل دخل إلى الدراسات العلية بطريقة استثنائية وأكمل الماجستير بطريقة لا أدري كيف أو لا أعرف أو أنتم تعرفون كيف حصل عليها ثم حصل على الدكتوراه بطريقة ملتوية وتعين في الجامعة وأصبح عضوا في الهيئة التدريسية ثم أصبح رئيسا لأحد الأقسام في إحدى الجامعة السورية بأي جامعة تحديدا؟ في جامعة البعض بجامعة البعض نعم اللي كنت فيها حضرتك في درس هذا الأمر لا ينطبق فقط على جامعة البعض هذا الأمر موجود في كل جامعة في جامعة حلب مثلا كانت هناك أستاذة جامعية هي زوجة رئيس فرع أمني حصلت أيضا بهذه الطريقة نفسها على الإجازة الجامعية والماجستير والدكتوراه بهذه الطريقة وعينت في الجامعة بطرق الملتوية يعني هي مو مشكلة يكون حدا المشكلة ليست هذا المشكلة في أن الحصول على الشهادة الجامعية يجري بطريقة فاسدة ودعني أقول شيئا أخ محمد الفساد دائما في هذا الجانب هو أكثر في الكليات النظرية لأن الكليات العلمية غالبا تحتاج إلى جهد أكثر من الجهد طيب رح نتوسع أكثر بهذه النقطة دكتور نرجع لك لكي خلينا نأخذ كمان تجربة راما مساء الخير راما من جديد مساء نوردي أهلا محمد متخرج من كليات الإعلام جامعة دمشق تعليم نظام صح؟ تمام مريتي بتجارب على كل فساد صحيح؟ ما في حدا دخل كليتنا أو بالأحرب بشكل عام دخل أي فرع نظري مثل ما ذكرت دكتور بيجامعة دمشق إلا ما يكون إذا ما مر رفعاته مر شو التجربة المريتي فيها؟ هلأ كانت مادة في السنة الثانية وبصراحة كنا نستغرب ليش عم يدرسون إياها؟ يعني مادة من العصور الحجرية لكان اسمها مادة الإختزال الصحفي هي بتعلمك كيف تكتب بطريقة الإختزال الصحفي بأحرف وكلمات معينة وكذا بحياتي لم أشفت ولا جمعة درستها لكن دكتور أو الأستاذ بالأحرام عنه دكتور الأستاذ اللي كان يدرسنا فيها كان أساسا موظف بوزارة الخارجية فإنه شو اللي جابوا لعنا طيب ما بنعرف جينا لقينا موجود بالجامعة بأول محاضرة يجي يحضر بيكتبوا اسمه على اللوح أنا فلان الفلاني محمد عيد غزي هيك بيكتب اسمه على اللوح بيقلك المادة كذا 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 هاد الكتاب شترو بحط الكتاب شترو الكتاب لا تفكروا الكتاب لحال وراح يكفيكم بتكون تسجلوا دورة لحتى تقدروا تنجحوا بالمادة كان وقتها يمكن شيء أربع تلاف أو خمس تلاف ليرة ما حد تذكر بصراحة هاد الحكي إمتا؟ هاد الحكي 2008 يمكن هيك شيء يعني حوالي 100 دولار هذيك الأيام كان يعني تقريباً بس يعني كانت مبلغ محرز به هذيك الفترة أنت دفعتي يعني سجلتي بهذه الدورة كلها ياتنا سجلنا دفعة كلها بتسجل من روح أقسام كل عشرين طالب من روح كورس بهيك مكان صغير كان عنده بجسر الأبيض قبل الجسر الأبيض كان فيه عنده أبو صغير ونروح منحضر فيه الكورسات طبعاً ما بتكفي الكورس بدك تاخد هدية قبل الامتحان أو بعد الامتحان ما عد تذكر هون بتضمن الخمسين اللي هي حد الدجاح ايه تماماً انت ضمنت الخمسين ما في كل هذول اللي شغلات اللي حكيتون انت حضل حاملة المادة لسنة الرابعة وفي عالم حملتها للأمانة يعني بس آخر شي انه ألبون ما عد تطلع المادة صار بده دفع يعني لحتى ينجي واحد بمادة الاختزال بكلية الإعلام لازم يحط دورة خاصة عند الدكتور يتفعله أربع وخمسة آلاف ليرة صحيح طيب هلأ هي المادة يمكن بعدين التغت ايه التغت أعتقد عن نظام الجديد نحنا كنا نظام قديم فلما دخل النظام الجديد أعتقد تم إلغاء هلأ أنه مالا فايدة صراحة تنفيع يعني هيك شي طيب كانت بس هي المادة ولا كانت في دكاترة تانين أو مواد تانين هلأ أكيد في مواد تانين بتذكر كمان كان في دكتور هو ما كان دكتور هو كان أعتقد أستاذ ويجا ندب لعنا على الجامعة بيدرس مادة غير مختصين اللي كانت هي اللغة الإنجليزية لكن كان يتبع أسلوب مع الطلاب أنه مادة غير مختصين بيعرفوا بكل الجامعات أنه مادة غير الاختصاص بتكون أسئلة بسيطة على قد المنهج اللي محطوط هو كان يعمل شو بيجيب أسئلة شبيهة بأسئلة البكالوريا يعني أسئلة محرجة للطالب يلي مستوى بالإنجليزي مثلا متدني أو عادي إذا ما بدي أول متدني فبيقدم الطالب على هالمستوى مستحيل ينجح شو بيعمل عندك نص وعندك ترجمة وعندك كذا وهيك فبيضطر الطالب أنه دكتور كذا مشيها مشيها شو لم تمشيها؟ عشر تالاف ليرة عشر تالاف ليرة سو اللي بيوقف على تخرجه نهائي مثلا بيعرفك أنت مزنوء على مادة للتخرج الإنجليزي عشر تالاف عيارك أقل أنت بسنين لستاتك مبتدئ بدك تخلص منها لتترفع على سنة مثلا طيب أي أنت نفسك دفعتي؟ لا لا أنا ما دفعت لكن رفيقي إيه؟ رفيقي دفع دفع كرمال ينجح المادة كرمال يتخرج لأنه كان واقف تخرجه على مواد الإنجليزي وكان نسيم فرفور وقته لستاته عم يدرسنا هي المادة فاضطر وقته خالد يدفع لحتى تخرج من الكلية طيب عبدالقادر نساء الخير من جديد كنت طالب بكلية الإعلام أيضا بجامعة دمشق وتم فصلك تحكي لنا شو سبب الفصل؟ موضوع اختصر على تقرير وصل من أحد الطلاب اللي موجودين وتم فصلي بالإضافة إلى خمس طلاب آخرين طلاب هذول معظمهم يعني ما بدنا نحكي شوي هيك بطائفية لكن معظمهم من أبناء ريف يعني ما لهم موجودين وتم فصل الطلاب بمعظهم يعني طبعا اعتقل بسبب هاي التقارير يلي وصلت يعني ما كنت متواجد بي شو كان القرار؟ شو صيغته؟ يعني صيغة القرار وفق اجتمام مجلس التعليم يفصل كل مننا الطالب فلان فلان فلاني وذلك بسبب ممارسة نشاطات معارضة للدولة السورية وتعامل مع الإرهابيين نسخة إلى مجلس التعليم نسخة إلى الأرشيف نسخة إلى كذا وتم نشر القرار بلوحة الإعلانات الداخلية بل كلية فبعدها أنا عرفت أنه يعني ما عاد فيني أبدا أني أستانف وحاولت بعد قرار الفصل أني أخذ كشف علامات أو أخذ يعني أي شيء يثبت أنه أنا كنت هون أدرس يعني كل المحاولات حقيقة باءت بالفشل واحدة المحاولات يعني كاد الرجل الذي كان بده يطللي كشف العلامات يعني كاد يضرر حقيقة نتيجة أنه عامات الكلية عرفت أنه هو بده كشف علامات لطالب مفصول بسبب يعني أسباب هي حطتها هي خط أحمر مثلا فبالتالي مين دفع هذا الشخص له حتى يسحب كشف العلامات يعني مثل ما حولت تأخذ كشف علامات حتى لا 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 أبدا أنا اللي بقي لي من الكلية هو بطاقة الجامعة فقط طيب يعني حتى كشف العلامات أنا ما فيني حاولت مرارا عن طريق سماسرة أو عن طريق واسطات أو كذا كل المحاولات حقيقة باءت كنت لحالك أو في حدا معك مفصل لا لا نحن تقريبا ست طلاب مفصلنا بسبب نفس التهمة هي ممارسة نشاطات معارضة هي وصلت عن طريق تقرير داخلي من أحد الطلاب اللي موجودين وحتى مع بداية الثورة صار في العين يعني مراقبة كثير على طلاب اللي قادمين من محافظات ثانية وبالإضافة نقطة مهمة بهذا الموضوع وأنا باعتقادي أن كلية الإعلام هي يعني شكل مصغر للفساد بل بالجامعة السورية من وقع على أنا لما دخلت الكلية من وقع على قرار فصلك نعم يعني الوقع على قرار الفصل هي نهلة عيسى لأنه هي بالفترة هذه كانت مستلمة نائبة عميد الكلية وهي كانت المسير الرئيس للكلية ويعني نهلة عيسى معروفة هي ضابط مخابرات برتب الدكتور جامعي متواجد به الكلية ونهلة كانت يعني أي شخص وحتى فيه طلاب هي هددتهم بشكل مباشر أنه أنت وصلنا معلومات مثلا عم تطلعوا مظاهرات وصلنا عم تحكوا ضد القيادة السورية وصلنا فكان فيه تهديدات مباشرة هل كان فيه مضايقات لأسباب سياسية أيضا من دكاترا أو طلاب أو موظفين حتى يعني احنا داخل المحاضرات أو داخل الكلية ما كان فينا أبدا أنه تبدي لا رأيك السياسي ولا أي رأي ثاني كان الموضوع مختصر يعني مثلا كمثال نهلة عيسى هي تحكي نبل المحاضرة عن تجربتها لما طلعت مع روسيا ولما التقت ببشارة جعفري ولما التقت لأول مرة بحافظة أسد ولما التقت ببشارة فكان يعني معظم المحاضرات هي يعني بدأت وصلنا الرسالة أنه أنا شخص معادي أنا ملتقي أنتمين وبالإضافة يعني هي معروفة نهلة يعني على المدارة السنوات الماضية أنا أهلا عيسى مثل ما حكيت هي ضابط مخابرات برثبت دكتور جامعي فكان الموضوع حتى المحاضرة يعني ما كان يتطرق لأي شيء ضمن المناهج يعني طبعا كان في دكاترة ثانين في دكاترة مثلا كانوا هم مثلا بسفارات خارجية مثلا أو كانوا مثل مين مناصب باتحاد طلبة سوريا يعني كمثال عندنا الدكتور أسد حمزة دكتور أسد حمزة كان يدرسنا علاقات عامة فكان الدكتور أسد حمزة يحكينا عن تجربة واتحاد طلبة سوريا لما كان نائب رئيس اتحاد طلبة ولما طلع السفارة ببولغاريا ولما التقى بما أعرف هل كانت في ممارسات وضايقات تحولت يعني هو ما كان يعني إحنا كأشخاص ما كان فيني أبدا أني أبدي رأيي أنه أنا مع هالحراك اللي بلش أو ضد طيب فهذا لأنه بده يوديني بستين داهية مثل ما عام يقول لكن الموضوع بلش يعني مع بداية الثورة بلشوا هذول الدكاترة يحكونا عن مخاطر هذه الحراكة اللي عم بيصير عن الحرب الكونية القادمة على سوريا عن بشار الأسد وضرورة يعني نلتم كنا كطوائف ضمن تحت هذه القيامة خليني بس عبد قادر أسأل أسأل دكتور أحمد دكتور هل يحق من ناحية القانونية أو الإدارية فصل طالب بسبب موقف السياسي طبعا أنت تعلم في سوريا كان يفصل القرار ثم يتم البحث عن مخارج قانونية للقرار فما دام أخونا وصديقنا عبد القادر استهدف أو وضع في اللائحة السوداء أنه سيفصل من الجامعة أمر المخارج القانونية يعني أمر تتولاه الجهات الإدارية في الجامعة فهذا طبعا كان ممكن على قرار التنفيذي للفصل فصل طالب من الجامعة يستدعي موافقة لجنة الانضباط التي تتبع لنائب رئيس الجامعة وتصديق مبطن من فرع الحزب وكذلك من اتحاد الطلبة ورئيس الجامعة ثم يعني يقول القرار التنفيذي تنفيذا لقرارات تلك اللجان تصدر تعميما نهل عيسى أو سواها من نواب العمداء للشؤون الإدارية يعني هنا فقط الجانب نعم ولكن هم يعني إذا وضعوا شهدت حالاتهم في مجلس التأديب لأسباب سياسية وأذكر أن دمعة أحد القضاة قد سقطت أنه جاءه القرار هكذا يجب أن ينفذه لأن القرار قرار مخابراتي أن هذا الشخص نتيجة انتماء السياسي يجب أن يفصل وكان معيدا في فرنسا وأول عودته إلى سوريا نتيجة تقارير كيدية كذلك لا بد أن يفصل ولا بد أن يتخذ ذلك القرار القاضي الذي هو رئيس ملس التأديب يعني قرار مخابراتي ولا يستطيع أن يمنع ذلك قرار مخابراتي توجيه مخابراتي ولكن المخرج الإداري تقوم به إدارة الجامعة لأنها لا حول لها ولا قوة فالجميع يعين كل مسؤولي الجامعة دون الرضا المخابراتي هذا معروف طبعا ومشهود وليس بأمر جديد لا بد من رضا مخابراتي وهذا من جزء من منظومة الفساد التي كانت تصول يمنة ويسر في الجامعة وفي الدولة السورية نحن نجعلك توسعك بالموضوع بس خلينا نجعل راما راما ذكر عبدالقادر أيضا يعني بكلية الإعلام الجامعة دمشق موضوع مضايقات من دكاترة وذكر موضوع نهلة نهلة عيسى في الحقيقة عندك تجربة عن الموضوع أو عندك معلومات عن الموضوع هلأ دكتورة نهلة بصراحة هو ذكر كلمة قبل ما قال قال هي ضابط مخابرات برتبة دكتور جامعي يعني ما استخدم صيغة الإناثة أبدا فبدي أنطلق من هون الدكتورة نهلة طبيعتها خشنة زيادة عن اللزوم فطبيعتها هي رجولية شوي عطتها صفة بالكلية أنه هي صفات شخصية بس أم نحكي هل في فساد؟ كانت تنعكس علينا كطلاب يعني مثلا كانت الدكتورة نهلة أو قبل الدكتورة نهلة كنا نروح أحيانا على مبنى الإذاعة والتلفزيون كطلاب لنحضر حلقات من برامج لأنه ما كان مسموح لنا ندخل فندخل بهذه الطريقة لحتى نشوف الاستوديوهات نتعرف عليها بشكل مباشر أصدي أيام النظام القديم لما إجاء النظام الجديد صار فيه شي مثل المشاريع الصغيرة يأخذوا الطلاب يتعلموا فيها داخل التلفزيون طبعا بيكونوا ضيوف حاضرين وبيأخذوا مقابلها مبالغ مادية لكن اللي صار شو هو أنه دكتوران أهلاعيسا كان يتأخذ هدول المبالغ المالية ما تعطي شيء للطلاب فكان يتأخذهم تستثمرهم تشغلهم بكحضور لبرنامج وبتأخذ المبالغ المالية وبتكون إله صفحة جرب يعني خلاص بس بالنسبة لتعاملها بشكل عام تستخدم شغلات تانية غير الناحية المادية مثلا عندها الضغط النفسي عندها هذا شيء رهيب عن شغل ضباط مخابرات يعني في تجربة معينة أنت ببالك أو حدا تذكر واحد من رفقاتي الله يرحمه استجهد بقصفة الاعتقد ببداية السورة براء وقته كان لستاتو طالب فكانت الدكتورة تضغط عليه من ناحية شو أخذته مرة نظف للبيت نظف للبيت اي كان طالب أعتقد سنة رابعة وقته براء عبيلي مازوت شيل كذا حط كذا هات كذا كان في شاب تاني معه عنده سيارة وصلوني على المكان الفلاني شغلتهم عنده يعني مثل ما بيعملوا ضباط المخابرات وضباط الجيش بأيام نظام الأسد حالية أو بهذاك الوقت كانت نهلة تستخدم الطلاب بنفس الوضع بنفس الطريقة تماما بتستخدم الطلبة فهي يعني شيء بسيط من الشيء اللي كانت تتصغير غير موضوع ذكر قبل شوية كان الدكتور هل كان في حوادث لموضوع تحرش مثلا أو ما شابه هل لا تحرش كان فيه على الصعيدين هل لا كذكور كدكاترا مدرسين ايه كان فيه يعني بتذكر في وحدة من الصبايا صديقاتنا تعرضت لموقف تحرش من نفسه أعتقد دكتور الإنجليزي كان هذا أساز الإنجليزي أنه مشان ترفع المادة فإجاد تسأل عنه إجاد تسأل سؤال فقال لا مو مشكلة إذا حبت رفعية للمادة منطلع مشوار ثقة بالسيارة يعني شو اسم الدكتور نسيم أعتقد نسيم فرفور هو نفسه نسيم فرفور فيه شغلة تانية بتحس أنه الموضوع المستشري كان فيه واحدة من الدكاترا بينفصل كل فصل اللي بيدان وينفصل بينفصل مرة أخلاقية مرة رشاوة طبعا الرشوة كانت شي ثابت الزلمة ما بيحيد كان ياخد النينة فوتكا وبتنجح بالمادة هيك مباشر دكتور أي مادة؟ كانت وقت صحافة عالمية بتذكر كانت سنة أولى شغلته يعني أدروش أنه النينة فوتكا لا شي تقيل ما كانت رخيصة ما بياخد الفوتكا الرخيصة بياخد الفوتكا الغالية فإنه أي كمان كان أحيانا بينفصل أخلاقية تحرش بالطالبات أو كذا فبتذكر يعني خلال سنين دراستي أنا على دوري ينفصل شي ثلاثة أربع مرات ينفصل بس يرجع بعدين؟ طبعا فصل مؤقت فصل واحد ويرجع للفصل اللي بعده بيداوم نظامي وما حدا بيسترجي أصلا يفتحتهم وبيحرف معهم هدولي كانوا شلة دكاترة خريجة روسيا يلي ما حدا كان إلو أي سلطة عليهم أبدا داخل الجامعة بدنا نشكر كثير على شهدتك صحفية رامل عبوش خريجة كليل الألم جامعا دمش شكرا جزيلا لأليك بدنا نشكر كمان الصحفي عبدالقادر ضيح اللي كان معنا عبر الأخمار الصناعية من مدينة غازي أنت بوصل المشاهدين ونكمل حلقة اليوم رئيس قسم امتحانات كليل الآداب كان موجود في هذه الشبكة سرقة أختام قال لي حرفيا يا أحمد جاسم الحسين إما أنا وأنت في جامعة دمشق مجموعة كبيرة من الطلبة لا تأتي إلى الجامعة تقدم الامتحانات وتنجح في الامتحانات دون أن تكون حتى موجودة داخل مساء الخير من جديد مشاهدينا بنرحب بالضيف اللي انضم لأنا بالقسم الثاني هو أيمن عضو مكتب إداري سابق في جامعة دمشق مساء الخير أيمن ما رح يظهر وجهك لأسباب أمنية كنت عضو مكتب إداري في جامعة دمشق وعايشت بعد قضايا الفساد صحيح؟ نعم ما أبرزها؟ قضايا الفساد بجامعة دمشق أنا راح أحكي عن جامعة دمشق فقط وممكن هذا الكلام ينطبق على أغلب الجامعة السورية كانت ثلاث محاور مثلا ممكن نحكي عنها الابتزاز الجنسي الابتزاز المادي وقاية التزوير وضياء أوراق الطلاب في الامتحانات وغيرها وحدة وحدة الابتزاز الجنسي شو صار خلال الفترة التي كانت موجود فيها؟ الابتزاز الجنسي كان موجود بجامعة دمشق أعتقد دائما موجود هذا الشيء لكن كان في الخفاء في قصة وحدة ديفين تشاهد عليها؟ نعم مثلا قصة الدكتور علي بركات علي بركات هو مدرس بعلم الاجتماع في 2013 على ما أعتقد يعني تحرش بعدة طالبات ممكن لكن هذا الموضوع انتشر على السوشيال ميديا وانتشرت المحادثات موجودة صور المحادثات على الفيسبوك وعلى كل وسائل التواصل بالإضافة لذلك عمل ضجة كبيرة بالجامعة اضطروا بالأخير أنه يتخذوا بحقه إجراء تأديبي تمام؟ طبعا علي بركات معروفة يعني لكل الطلاب قبل هذه الحادثة بالابتزاز وكان ابتزازه الجنسي أو التحرش الجنسي بالطالبات بشكل علني يعني مثلا في الثورة إحدى الحوادث كانت يعتقد في إحدى قاعات المحاضرات دخلت طالبة محجبة وهي مزوجة يعني حاول لمس جسدها يعني بسرع عندما قامت هذه الطالبة يعني أبدت علامات الغضب على وجهها فخرجت من القاعة وهي خارجة قال لها بالحرف الواحد هذه الحرية اللي أنتم تطالبون بها طبعا علي بركات على دور كان وزير التعليم العالي هو محمد عمر مارديني أعتقد صدر قرار بفصله من الجامعة خلال البحث أو خلال هذا الموضوع بحثوا في شهادته الجامعية تبين أنه يحمل شهادة جامعية من جامعة النيل بالسودان أعتقد جامعة اختصاص غير مطابق هو يحتكر مادتين في قسم علم الاجتماعي يعني مدرس متقاعد أو متعاقد بالأخرى خرج على سن التقاعد ومدد له أكثر من المدين طيب يعني هو أثبت عليه قضايا التحرش نعم أثبت عليه قضايا التحرش شو القرار تأديمي فصله مفروض نعم كان القرار فصل من جامعة دمشق طبعا بقي خمسة أشهر ثم بعد ذلك عاد إلى الجامعة طبعا نفس رئيس الجامعة محمد حسان الكردي وقع قرار الفصل هو نفسه من وقع قرار إعادته إلى الجامعة كيف عيد لا أعلم كان بالرغم يعني من هذا الشيء كان موجود قرار قسم لقسم علم الاجتماع برفض عودته وعاد مدعوم يعني مدعوم نعم حاليا عندك فكرة هو استمر نعم نعم هو الآن موجود في جامعة دمشق ويدرس نفس المواد التي فصل منها ويعني حاليا أعتقد هو أمين فرقة حزبية بالجامعة يعني بنفس الكلية أمين فرقة حزبية نعم لذلك يعني هو واضح أنه في دعم طيب خلينا خلينا رسم بالأشياء اللي أنت عايشت أو عصرت أو كانت لك تجربة فيها يعني تكون موثقة مؤكدة نعم حاولت ذكرت أنت عدت جوانب حتى مو بس ذكرت مثلا الرشاوي ذكرت تزوير امتحانات شبكات التزوير انتشرت في جامعة دمشق أعتقد قبل حتى الثورة لكن بعد الثورة يعني انتشرت بشكل أكبر بسبب الإنفلات الأمني موظفين الجامعة دمشق وأغلب الكليات هم فاسدون من أصغر موظف إلى أكبر موظف لذلك يعني أنت تستغرب من شيء في حادثة تحكي لي قصة عايشتها أو كنت موجود فيها أو باللوقت اللي أنت كنت بالمكتب الإداري نعم في 2013 أعتقد كشفت شبكة تزوير كبيرة في الجامعة وعلى أثرها يعني كانت بالتعاون بين رئيس قسم امتحانات كلية الآداب كان موجود في هذه الشبكة سرقت أختام وليس سرقت أختام بالأحرى يعني أختام موجودة عندهم يختمون بها بالجامعة للشهادات والشهادة تكلف 150 ألف ليرة سورية في ذلك الوقت تزوير شهادات تزوير شهادات بيع شهادات مزورة بيع شهادات مزورة هي ختوم حقيقية لكن لا يوجد لها يعني قيود في الجامعة بدون أرقام يعني طيب هل هي انكشفت نحكى بقى نعم نعم انكشفت هل حوسب الأشخاص على ما أذكر أنا يعني حقق أو بالأحرى يعني رئيس قسم الامتحانات في كلية الآداب يعني أعتقل لفترة ممكن شهر أو أكثر وبعد ذلك أعتقد خرج وذهب إلى كلية أخرى يعني هذا المشكلة أنه في جامعات كلها لا يوجد قانون يحاسب مثلا الموظف بالفصل يعني دائما الفصل يوجد توجب يقول لك هذا موظف لا يستطيع توقيع قرار فصله سوى رئيس مجلس الوزراء المصيبة الأكبر أنه موظفين الجامعة واللي يعملون في الامتحانات مثلا كلهم من الدرجة الثالثة والرابعة يعني يحمل مثلا ابتدائية أو اعدادية أو بالأحرى ممكن يعني بكالوريا فقط أما مثلا رئيس القسم الوحيد اللي هو يكون جامعي لديه شهادة جامعية طيب دكتور أحمد حضرتك أيضا يعني كنت طرف في فضح قضايا فساد في إحدى القصص اللي صارت معك بال2008 يا ريت لو شاركنا فيها يعني طبعا القصة مشهورة لأنها وصلت حتى إلى رئيس الجمهورية أنا إذن بشار الأسد لأن القضية لها ذيول وتبعات عدة نتيجة صراع بين وائل معلى رئيس جامعة دمشق ووزير التعليم العالي غياث بركات أنا إذن فوائل معلى كان يستقوي على الوزير بصفته نديما لبشار الأسد وبالتالي أراد أن يعني يضع له حدا وأن يستوزر بدلا منه ولكن وهذا طبعا عبر أدوات انتقام كنت ربما أن أحضح آياها كنت مستشارة لوزير التعليم العالي كنت مستشارة لوزير التعليم العالي وفي الوقت نفسي تمت إحاليتي إلى مجلس التأديب بحجة أنني أساعد الأساعدة في جامعة الدمشق في كلية الأداب على تقديم شكاوى إلى وزير التعليم العالي وذلك نتيجة الخلافات بينهم وأحلت إلى مجلس التأديب وهذا هو القرار يعني تجدونه على الشاشة طبعا هذا القرار استقتل رئيس جامعة دمشق أنا إذن لأن يعني 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 يرمى بي في إحدى العقوبات ونشر الخبر وسوى ذلك من أشياء أخرى يعني مدير الجامعة رئيس الجامعة وائل معلم مدعوم بشار الأسد نعم تمام لذلك حالني إلى مجلس التأديب وهذا القرار أمامكم ثم القضاة هناك قضاة من مجلس الدولة رفضوا أن ينصاعوا له فرفضوا أن يقوموا بأي عقوبة وهذا زاده غيضا وقال لي حرفيا يا أحمد جرس مليحسين إما أنا وأنت في جامعة دمشق ثم عرض علي وساطة من أمين فرع الحزب أنا إذن لكي أنقل سجلي إلى جامعة الفرات بما أنها جامعة ناشئة لا يريد أن يراني في جامعة دمشق وقال هذه ليست لكم وسوى ذلك ولكن طبعا باءت كل محاولاته بالفشل ثم قدمت بطلب عن طريق القضاء وألغيت كل قراراته يعني بسوء بالأساس شو استند حتى يوجه لك يعني مجلس تأديبي أو محاكمة هنا هذا القرار القرار أمامكم هذا هو القرار هذا هو القرار أمامكم القرار مساعدة أستاذ جامعة في كتابة شكوى إذن رئيس الجامعة بقانون تنظيم الجامعات من حقه أن يخيل الأستاذ الجامع أو الطالب إلى مجلس التأديل وهو محكمة مسلكية داخل الجامعة إن وجد ما يعني يستدعي ذلك من مخالفة الجسيمة ولكن ليس مساعدة مواطن في شكوى وهذا والشكوى حق يكفله الدستور السوري ولكن هو خالف الدستور لأنه يعني الدستور لم يكن له قيمة قانونية في حياتنا كمواطنين سوريين ودخل في إطار تحدي فردي ولكن طبعا باءت كل محاولاته بالفشل وصدر قرار مجلس تعليم ثاني هذا هو هذا هنا برئاسة هيثم ديار بكرري وهذا برئاسة توفيق الناشف صدر قرار بتبرئتي وأن هذا القرار لا قيمة له قراره الإداري لا قيمة له وبالتالي باءت محاولاته بالفشل وهنا كان يحول القضايا الشخصية يعني وتزوير وفي الدراسات العليا وفي مناقشات رسالة الماجستير والدكتوراه ورفض أن يتخذ أي إجراء ودائما كان يقول لي طيب عندك دليل كأن مهمتي أنا أن أقدم له كافة الأدلة أو الأضابير أو تفاصيل الأدلة وطبعا قدمت له أدلة ولكن لم يأخذ الإجراء نتيجة كون أولئك الأشخاص محسوبين على جهات أمنية أو مسؤولين أو سوى ذلك وهذا كله منظوم منظومة الفساد السوري يعني أنا إذن دكتور سليمان برأيك مين أكثر الجامعات فسادة أو الكليات بشكل عام الكليات النظرية هي أكثر فسادة من الكليات العلمية لأن الحلقة الأولى في الفساد هي في الطالب الطالب حينما كيف الطالب الطالب مستوى الطلب الذين يدخلون إلى الكليات النظرية هو أقل يعني أقل من مستوى الطلب الذين يذهبون إلى الكليات العلمية طيب من بين الجامع لذلك هؤلاء الطلب الذين يذهبون للكليات النظرية المدعومون منهم طبعا يقومون بتشغيل واسطاتهم من أجل الحصول على من أجل النجاح تكتب مدرس بجماعة البعث هذا الشيء كان موجود بجماعة البعث؟ هذا موجود في كل الجماعة يعني اليوم الطالب المدعوم مدعوم يقسم قسمين المدعوم ماليا والمدعوم سياسيا يعني مثلا في جماعة حلب أذكر في عام 2005 كشفت شبكة كبيرة للتزوير الامتحانات مجموعة كبيرة من الطلبة لا تأتي إلى الجامعة وأحيانا تعيش خارج البلاد وهذه المجموعة التي كانت تقدم الامتحانات وتنجح في الامتحانات دون أن تكون حتى موجودة داخل طالب موجود أساسا برد غلال غير موجود هناك أناس يأتون إلى شبكة العفن إلى دائرة الامتحانات يقدمون يكتبون الأسئلة ويضعونها في الظروف الامتحانية ثم يأتي الأستاذ الجامعي ليصححها طبعا أستاذ الجامعي لا يعرف في هذه الحالة إذا كان الطالب موجودا يحطوا الورقة يعني بيجهزولوا الورقة تماما تماما هذا الأمر في جماعة البعث أنا مرت معي أكثر من حالة مثلا في حمى مثلا في حماوة كانت تابعة لجماعة البعث هناك طالب رسبت في المادة ومع ذلك لأن وليدها أظن كان عضوا في القيادة القطرية اضطر الأستاذ الجامعي أن يعيد التصحيح مرة أخرى وأن يضعوا لها علامة أكثر من ليس للعلامة يعني يعطوها علامة كبيرة جدا لكي تنجح أبو عضو قيادة القطرية أيمن هل كنت شاهد أو عايش تجارب من هذا النوع من الطلاب مدعومين نعم ممكن أذكر حادثة طالبة وفاء الدويري ممكن هي مذيعة في قناة الدنيا أو في قناة سمى الآن هذه كانت مسجلة في الماجستير قسم اللغة العربية طبعا هي لم تحضر الدروس نهائيا اشتكر طلاب كثيرا طلاب الماجستير من ذلك يعني طلاب الماجستير يعني الكل يعرف أنه يجب أن يلتزم في دوام محدد أو ساعات محددة يجب أن يكون موجود فيها وفاء الدويري لم تلتزم بأي محاضرة ولم تحضر نهائيا في الدروس في امتحانات اللغة الإنجليزية أو مادة اللغة الإنجليزية يوجد أحد الدكاترة أو الدكتور المدرس المادة ورفض رفض نهائيا نجاح هذه الطالبة أو تقديمها للإنتحانات طيب شو صار باختصار نعم اللي صار فصل الدكتور أعتقد اسمه أحمد إدريس الدكتور ذهب الطلاب تقديم شكوى العميد كان بوقتها خالد حلبوني الآن هو عضو أمين فرع جامعة دمشق للحزب هو كان وقتها العميد فقال لهم بالحرف الواحد أن هذه قامة أو بالأحرى هذه لديها مهمة وطنية كبيرة الآن في محاربة الإرهاب وزوجها قامة وطنية بالإشارة إلى زوجها اللي هو العميد أعتقد اسمه أحمد زاهر هو عميد بالقصر الجمهوري طيب في شيء لتليه مرة طالب ضرب حدا بكلية الطب هذا الطالب يعني هذا في جانب اتحاد الطلبة يعني هو عظم مكتب إداري في اتحاد الطلبة اسمه أشرف صالح طبعا هو معروف بالجامعة وكلها مشهور بالاعتقال أغلب طلاب يعتقل يعني طلاب نعم أغلب الطلاب اللي اعتقلوا بسببه هذا الطالب دخل إلى عميد كلية الطب كان يوجد مظاهرة في وقتها في كلية الطب فذهبوا أو أخذوا بعض الطلاب ذهب إلى العميد يعني يختبئ في مكتب العميد فدخل إلى مكتب العميد وأخذ اعتقل الطلاب وبعد ذلك أيضا ضرب العميد وخرج يعني هذا طبعا يمشي دائما يوجد معه حراسة شخصية يعني يوجد فرع أمن كامل متكامل في الجامعة في كلية الطب أحيانا يعني المفارقات بعض الطلاب بعض فروع الأمن ترفض أن تستلمهم من هذا المكان يعني بالذات طيب بس باختصار خلاص وقتنا أيما يعني اتحاد طالب يتحمل ومكتب إداري معتب تحمل مسؤولية الفساد اتحاد الطلبة يتحمل مسؤولية الفساد عندما يكون هو اتحاد طلبة وممثل للطلاب لكن اتحاد الطلبة ممثل للسلطة يمثل فروع الأمن جميعها الآن يعني فرع اتحاد الطلبة أو اتحاد الطلبة بكل جامعة هو فرع أو خمس أو ستة فروع أمن كاملة ومتكاملة طيب بدنا نشكرك على شهادة أيمن عضو مكتب إداري بجامعة دمشق كنت حتى سنة 2013 شكرا لك شكرا لك بعد الفاصل أيضا سنستمع إلى شهادة جديدة مشاهدينا والقسم الأخير من حلقة اليوم ابتزاس جنسي يرفع الموات بنت فاروق الشرع تعرضت لابتزاس كانوا يرجعوا للدفع حتى يدروا يطلعوا شتكوا عليه انفصل بعد ستة شهر رجاء صاروا ورئيس القسم مساء الخير من جديد القسم الثالث والأخير من حلقة اليوم بدنا رحب بالصحافي أحمد عبيد اللي انضم لقلنا مرحبا أحمد مرحبا من أبرز الحالات اللي وفقتها لك كانت من أبرز الحالات اللي وفقناها هي حالتين لطالبتين كانوا الدكاترة اللي مسؤولين عن هاي الحالات أسماء ملفتة يعني مثل الحالة كانت بكلية الاقتصاد كان المسؤول عننا الدكتور شفيق عرباش شفيق عرباش اليوم بيحكي باقتصاد دولي اليوم يعني عم يطلع ينظر لي يعدل اقتصاد دولي عم يطلع ينتقد اقتصاد دولي شفيق عرباش كان التواصل مع هدول البنات أو مع هدول الطالبات بالبداية بكل مباشر تواصل مع طالبي طلب منه شي معين ابتزاس جنسي ليرفع هاي المواد بعدين اتخذ اسلوب تاني يعني كان مثلا بده يتواصل مع بنت تاني تمام فخلى البنت الأولى هي اللي تقنع رفقاتها صار في مفاوضات بهذه القصص يعني الطالبة صار تفاوض الدكتور طبعا البعض منهم صار يفاوض الدكتور أنه أنا مثلا بدي رفع خمس طلاب أو ست طلاب مقابل أنه أقنع فلانة من الطالبات لتجي لعندها تمام هاي القصة صارت مثل تجارة يعني بعض الطالبات صاروا يستغلوها بالتجارة صاروا مثلا يتفقوا مع ثلاث طلاب أو أربع طلاب أنه نحن لحن نرفع لك مادتك مقابل مبلغ مادي بالمقابل عم تروح تقنع طالبة تانية لتطلع مع هذا الدكتور تمام في حالة تانية وشو اللي حكوا لك يا البلات بالضبط الحالات التانية كان في حالة بكلية بعلم الاجتماع كان مسؤول عننا كمان دكتور علي بركات علي بركات تسرب من ثلاث سنين محادثات بينه وبين طالبة وكان يتواضحة كثير المحادثات يعني والابتزاز اللي فيها والطلبات اللي كان عم يطلبها كان يتواضحة توقف على أثرة هو أربع شهور ورجع بقرار من وزارة التعليم العالي وكان التبرير على أنه هو ما له مدرس مسبت هو يدرس بعقد فما بيقدروا يحاسبه طيب يعني بس يعني هل كان فيه استهداف لفئات محددة هذا شيء بيعلموا مع كل الطالبة نحن وقت اللي نرجع نسأل عن تسأل أنه شو اللي عملوه الطالبات أو كيف تصرفوا مع هذا الأمر أكيد من كل الطالبات جاو يعني هي فئة صغيرة اللي جاويت معنا وقت اللي بدك تسأل أنت الطالبات أنه أنت شو عملت وقت اللي نعرض عليك هذا الموضوع بتقول لك أنا تركت جامعتي مجرد أنه تقول لك أنا تركت جامعتي هي مبينة من الفئة المستهدفة يعني اللي تكون حدا طالبة بنت عيلي قوية أو بنت شخص مسؤول أو مسنود ما بي أربع عليهم ما رح تتعرض لهيك موضوع أبدا طيب دكتور أحمد يعني من خلال تجربتك كمستشار لوزير التعليم العالي وشغلت عدة مناصب بسلك التعليم العالي كيف ممكن تلخص واقع الفساد الموجود في الجامعات السورية واقع مأساوي وواقع مؤلم الجامعات السورية يعني تعجب الفساد من ضمن الفساد الذي يعج فيه البلد سوريا طبعا الفساد يقسم إلى أنواع فساد من أجل الحصول على منصب فساد من أجل الحصول على مال وفساد من أجل الحصول على جسد هذا بالنسبة للأساتذة بالنسبة للإداريين الهدف الرئيسي هم البقاء في مناصبهم أو الحصول على مناصب أعلى أو الحصول على المال وعندك فساد آخر وهو فساد المناهج التعليمية وفساد المنظومة التعليمية ككل ذلك أن قانون تنظيم الجامعات الذي ينظم العمل الجامعي والعقوبات والترفيعات وسوى ذلك قانون مخترى وهو موجود حبر على ورق مثله مثل الدستورسي شو يعني فساد مناهج؟ فساد مناهج يعني يكلف بتأليف المناهج أشخاص غير أكفاء وكذلك يتم الاستغناء عن تلك المناهج الجيدة والكتب الجيدة بمناهج أو كتب إضافية يؤلفه الأساتذة يجبرون الطلاب على بيعها ومن لا يشتري الكتاب وكان هناك عدد كبير من الأساتذة ولم يكن يشتري الطالب وهناك كتابه وهذا طبعا أبسط وأنواع الفساد لم يشتري الطالب كتابه هذا الأستاذ نعم وفساد الامتحانات كمان هذا يعني فساد منظم وفساد تبديل أوراق امتحانية فساد إجبار المدرسين على إعادة التصحيح فساد رفع الدرجات فساد مخالفة يعني ماذا ورد في الورقة الامتحانية يقوم الموظف بتغيير ذلك هذا كان يحصل دكتور في الجامعة طبعا عندك فساد الدراسات العليا وفساد الماجستير والدكتورة سواء التسجيل أو المناقشة أو السرقات الموجودة في رسائل الماجستير والدكتورة أو عدم جدارة لتكون بحث للماجستير أو الدكتورة ولكن يمكن عليك أن تغمض عينيك أو يجبروك على إغماضها أو يعني يزيحوك جانبا ليكلفوا أشخاص رخيصين يعني يستسهلون العملية التعليمية ويستسهلون سمعة البلد ويستسهلون سمعة الأستاذ الجامعي كي يعني يحصلوا على مكاسب آنية وبصفة مستشار الوزير التعليم العالي ومدير العلاقات العامة والإعلام لسنوات وكذلك عميد كلية فقد شهدت عددا كبيرا من تلك الحالات وتلك الأنواع من الفساد التي لم يكن يقوى على مقاومتها الأفراد ذلك أنه فساد مؤسسات وفساد سلطة وفساد دولة من أعلاها إلى أسفلها أنا أذكر مكالمة أن جرت بين بشار الأسد ووزير التعليم العالي كنت أجلس في مكتبه طلب منه إدخال أحد الطلاب إلى كلية الطب فقال له الوزير سيد القوانين لا تسمح ولكن ما تأمر به هو القانون بشار الأسد طلب من وزير التعليم العالي إدخال طالب دكتور نعم إدخال طالب إلى كلية الطب نعم وقال له الوزير اتصل بشار الأسد شخصيا بوزير التعليم العالي أنا إذن غياث بركات وقال طالبا منه أن يدخل أحد الطلاب إلى كلية الطب فقال له سيد الرئيس القوانين لا تسمح لأن الطالب لم يحصل على الدرجات الملائمة ولكن ما تقوله سيدي هو القانون الذي ننفذه وهذه طبعا حالات معروفة مثل قانون إدخال المضليات والمضليين إلى الجامعات وإلى كلية الطب دون أن يحققوا المجموع اللازم والحالات الاستثنائية من الرئيس شخصيا من رئيس الجمهورية بصفته يعني خاصة في مرحلة ما قبل الثورة بصفته يعني يمثل البلد له الحق في أن يستثنو وهناك حالات معروفة حتى على أيام حافظ الأسد أن فلان دخل كلية الطب خاصة هي المستهدفة باستثناء من رئيس الجمهورية طيب وأنت كنت شاهد لأن حضرتك كنت مستشار أساسا وزير التعليم العالي دكتور أحمد نعم أعطيك أمثلة أخرى كان وزير التعليم العالي إذا جاءه ضابط أمن يصفر وجهه فأسأله يا زيادة الوزير لما يصفر وجهك إن جاءك طالب أن جاءك ضابط مخابرات فيقول لي الرجل حرفيا ويقول صراحة يا أحمد هؤلاء الضباط هم لا يأتونك إلا لسببين إما يريدون استثناء أو يريدون أن يلفتوا نظرك إلى قضية كي يتخذوها عليك ممسكا ليحققوا مآربهم فإن لبيت مطالبهم تقع في الشر ذلك أنهم يسجلونه في السجل ويخرجونه في وجهك يوما ما وإن لم تلبي مطلبهم سيحاربونك وسيكيدون لك لديهم القدرة على إجاحك بصفة وزير وزير يعني ممتل سيادة الدولة نعم ناخد مداخلات من الجمهور اللي عنده مشاركة أو حابب يطرح موضوع تفضل أنا كنت درس هذا بإنجليزي كان في عنا في السنة الثالثة مادة نسر فهي مادة من أصعب المواد والأستاذ يقول أنه هي مادة كتير طويلة فالوقات المتاح ما يكفي فتشتروا هاد الكتاب من النفق العطاب بعد ما نشتري الكتاب أنه قبل الامتحان فيه دورة يكون دورة فيه تقريبا ثلاث ساعات بمخيام ليرموك مركز تعليمي على الأساس وآخر الدرس كل واحد يعطي كلمة هاي بتحطة بأول فقرة يعني يعطي كلمة تسر اللي يدخل الدورة ياخد خمسين أو بالكتير اتنين وخمسين اللي ما يدخل الدورة بينتظر لبعدين هذا الحكي بكلية أذى بإنجليزي جمعة دمشق ايبا بعدين شكر الدكتور أي سنة كان دكتور مصليح سنة ثالثة بعد ما شتكو عليه أصدق أي سنة هذا الحكي بالسبعة وتسعين اشتكو عليه انفصل بعد ست شهر رجاء صار رئيس القسم بعدين صار عضو بجامعة دمشق انفصل لأنه بأخذ رشو بعد رجاء صار رئيس قسم نعم ترفيع شكرا جزيلا شكرا لك نسمع كمان تجارب تفضل مساء الخير أنا كنت في عام 2004 دخلت على معهد متوسط تجاري وتخرجت في عام 2006 كان بالسنة الأولى بدمشق بدمشق في عدة مواد نأخذها بالسنة الثانية في تخصص من قبل ما نفوت السنة الثانية كنا كلنا الطلاب ما نسترجع يفوت على المحاسب لأنه في مادة ضريبية ماسكة واحد دكتور كنيته بيدون وكان ما حدا ينجح عنده أبدا نهائيا فوما أنه ندرينا أنه كان ياخد مصاري كمان عقله صعب فأنا غيرت الاختصاص كله أنا كثير من الرفقات يعني ما فتنا على الاختصاص ما كانوا يخرجوا كانوا يتخرجوا كانوا يرجعوا للدفل حتى يدروا يطلعوا أما نحنا مثلا مجموعة مطلاب كبيرة غيرنا المحاسبة كلها فتنا على الأسواق المالية كلما ما نجتمع بهذا الدكتور كلها ياتو ولهلأ الموضوع بذاكرتي شكرا لك دكتور سليمان نعطيك كلمة أخيرة عن موضوع الفساد في الجامعات السورية تفضل الحقيقة الصورة النمطية الفساد هي ما أذكر حتى الآن لكن هناك صورة نمطية يعني أكثر فجائعية وقسوة كيف الفساد في الجامعات السورية الصورة النمطية هي الفساد الجامعي الذي يرتشي لكن الصورة غير النمطية التي أصبحت جزءا من هيكلية التعليم العالي في سوريا بحيث أصبحت من غير المفكر به أصبحت من البديهيات والمسلمات التي لا ينتبه إليها الآخرون الرشوة ينتبه إليها الآخرون الغير يعني خلينا بس نعطي مثال أو الوضع الطاقة الاستيعابية لجامعات الطاقة الاستيعابية لكل جامعة يجب أن تكون هناك طاقة استيعابية الدكتور أحمد في جامعة دمشق كلية لدى في جامعة دمشق أظن أن الطاقة الاستيعابية لها لا تتجاوز خمسة ألف طالب لكن هذه الكلية الآن عدد الطلاب فيها ربما يتجاوز خمسين ألف طالب في تركيا مثلا قبل أن تنتهي الجامعة قبل أن تصل الجامعة إلى طاقتها الاستيعابية بثلاث سنوات تفتتح جامعة بجانبها في المدينة نفسها بس نحن نركز على الموضع الفساد اللي فيها مثل رشوة أو ابتزاز أو ما شابه القضية الأخرى هي البطالة المقنعة لأساتذة الجامعات إضافة إلى عدد الكبير من الطلاب لدينا العدد الكبير من الأساتذة يعني أحيانا مثلا لدينا أقسام يتجاوز عدد الأساتذة ضعف العدد الأساتذة الذين يحتاجهم القسم قسم اللغة العربية في جامعة حلب مثلا هناك عدد من الأساتذة يكفي لافتتاح قسم آخر في مدينة أخرى هذا الأمر لن تجده في أي بلد آخر الشيء آخر هو افتتاح أقسام ليس لها كادر تعليمي خذ حتى هذه اللحظة مثلا قسم اللغة الإنجليزية عفوا قسم اللغة الفرنسية بجامعة حما هذا القسم مفتتح ويستقبل الطلاب وليس فيه أي أستاذ جامعي وإنما يقوم بالتدريس أساتذة تستقدمهم الكلي أو الجامعة من الأساتذة الثانوية بس يعني هذا سوء تخطيط أو فساد منظم أو شو سببه هذا أصبح جزءا من آلية العمل بمعنى أصبح فسادا مستشريا وأصبح من المسلمات والبديهيات في العملية الجامعية دكتور أحمد وقتنا انتهى البعض رح يسأل أنه حضرتك كتب استشار لوزير التعليم العالي وعميد كلي وعدت مناصب شغلتها في سلك التعليم العالي ضيوفنا كثير منهم في الدكتور في كمكتب إداري وبالتالي قد يسأل ما في آليات للمراقبة للمحاسبة ألا يفترض وجود بهذه الآليات لمحاسبة الفاسدين بالتأكيد في آليات ولكن هذه الآليات باطل ولا تنفذ لأن القرار المخابراتي أهم يعني أعطيك أمثلة باختصار صح لنتخدم الحلقة بنت فاروق الشرع تعرضت للابتزاز واتصل أبوها برئيس جامعة دمشق قال لها الدكتور اللي لم تعرفين إلى والدك كان وزير خارجي عام 1997 كانت طالبة في قسم اللغة الفرنسية إذا ما تعرفين على والدك أنا ما رح تنجح عندي بالمادة مثلا رئيس قسم لغة فرنسية أخوه رئيس فرع مخابرات حاول أن يغتصب فتاة وهناك شهود ثم بهجة سليمان تدخل له حين كان رئيسا للفرع الخارجي وأعاده بعد أن فصل وأعاده هناك آليات مراقبة وآليات محاسبة تطبق على الفقراء والمساكين والدراويش والمنقطع بهم والسبل الآليات المحاسبة موجودة قانون تنظيم الجامعات ينص عليها والقوالين الإدارية تنص عليها والمحاكم المسلكية ولكنها لا تطبق ثم من السهولة أن يبطل المفؤول ثم كان هناك لدينا فكرة أخيرة وهي عقدة الحصول على شهادات الدكتوراه يعني أنت واحد عشر ثواني شو بدك 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 دكتوراه التاريخ شو بدك 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 دكتوراه التاريخ واحد مثل آصف شوكت أو غيره كان في ضباط عندهم عقدة يصير دكتور بالجامعة فهؤلاء يأتوني الجامعات للتسجيل فيها فإذن الفساد متكامل لأنه لا قرار لا يوجد قرارات إدارية محترمة بل يوجد جهات أمنية تفرض القرار الذي تريده تعاقب من تشاء وتحل من تشاء وتزيل العقوبة عن من تشاء نتيجة تمركز السلطة السلطات التشريعية والتنفيذية كلها في يد ضباط الأمن وهذه حالة سوريا نعم شكرا جتيلا لك وعلى شاهدتك ومشاركتك دكتور أحمد جاسم الحسين المستشار وزير التعليم العالي في سوريا سابقا ألف شكر كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من هولندا بدنا نشكر كمان ضيفنا بالستوديو دكتور سليمان الطعان مدرس في كلية الأداب بجامعة البعث سابقا ألف شكر لحضورك دكتور بدنا نشكر كمان الصحافي اللي كان معنا بقسم الثالث أحمد عمبيت شكرا جزيلا لألك الضيوف طبعا نشكر اللي كانوا معنا بقسم الأول والثاني والجمهور الموجود معنا بالستوديو شكر موصول لكم مشاهدينا على المتابعة ونلتقي في حلقة قادمة من طوق نجاب إلى اللقاء اشتركوا في القناة